بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته علاقة جديدة من برنامج من القلب على قاف التفاعلية وأنا أخوكم محمد مصطفى سنتكلم اليوم عن عنوان اسمه مرآة مكسورة وقد يبدو العنوان أقرب ما يكون إلى الرواية الأدبية لكنه في الحقيقة يدل على المعنى الذي أريده من هذه الحلقة المباركة إن شاء الله بإذن الله يعني يدل عليه دلالة واضحة وصريحة لا تحتاج لتأويل ولا لف ولا دوران المرآة المكسورة تعكس غير الحقيقة المرآة المكسورة ننظر إليها ونحن مكتملين ونحن في أحسن تقويم وفي أحسن خلقة فإذا نظرنا إلى انعكاس وجهنا على المرآة المكسورة وجدنا شيئاً مختلفاً وجدنا تشوهاً في الوجه تشوهاً في الجسد تفتتاً في أعضائنا بسبب انكسار المرآة نريد أن نعيد للمرآة نظارتها ورونقها ولمعانها حتى تخبرنا بالحقيقة لا تخبرنا بمزيد عن الحقيقة أو أزيد من الحقيقة ولا بأقل من الحقيقة نريد أن نرى في المرآة من نحن على الحقيقة لا نريد تزييناً ولا تجملاً لا نريد فيلتريشن في صور الإنستجرام ولا في الإسناب شات ولا في غيره من وسائل التواصل الاجتماعي ولا أبليكيشنز أو تطبيقات صور نريد أن نكون نحن ولا شيء غير نحن أو غير نحن اليوم أتكلم بإذن الله عن اضطراب مشهور جداً عند الناس وعند علماء النفس وعند المعالجين النفسيين اسمه Body Dysmorphic Disorder أو Dysmorphia يعني Body Dysmorphia اسمه اضطراب التشوه الجسدي أو النظرة النفسية للجسد للجمال لمعاني الجمال والحلاوة واللطافة وحلاوة المعشر ومعايير الجمال التي يضعوها الناس في حياتهم حتى يقولوا فلانة جميلة وفلانة قبيحة وفلان وسيم وفلان قبيح طبعاً وسيم الصفة غير وسيم الكاميرا ما بتاعنا أخونا ربنا احفظوا يرعام وإن كان وسيم اسم على مسمى طيب الآن الجمال فكرة جميلة جداً إن الله تعالى جميل يحب الجمال نحتاج إلى تعريف الجمال نحتاج لأن نعرف من من البنات جميلة ومن يمكن أن توصف بالجمال ومن من البنات لا توصف بالجمال وهي قبيحة ودميمة على كل حال نريد أن نقتحم مسابقات ملكات جمال العالم وننظر إلى من تزوج ملكة جمال العالم وماذا هي نظرته لهذه الزوجة التي تزوجها بعد ستة أشهر من الاقتران بها والزواج منها هل بقيت نظرته إليها على أنها ملكة جمال العالم أم أنه شيئاً ما قد تغير وأصبح البرسبكتف أو النظرة أو وجهة النظر المتعلقة بجسد هذه المرأة أو بجسد هذا الرجل تغيرت ولا بقت كما هي هل إذا تزوج الإنسان امرأة بين قوسين قبيحة في عرف الناس أو دميمة في عرف الناس لكن وجد منها كل خلق وكل طيب وكل مودة حتى ألف وجهها وألف جسدها وبقت معايير الخلق والروعة والدماثة والدين والأدب ترفرف على بيته هل سيبقى هذا الرجل ينظر إلى امرأته وهو يقول كيف تزوجت امرأة بين قوسين قبيحة كقبح هذه المرأة جميل الله جميل كلمة الجمال كلمة مطاطة للغاية أصبح لكل واحد مننا معيار خاص به يقول والله هذا جميل وهذا غير جميل أنا أدري أنكم يعني ككل قناة وككل برنامج تحتاجون لأن تنظروا وتشاهدوا أرقام الهواتف وترق التواصل وأنا جاهز لاستماع أي رأي من حضراتكم في معاني الجمال تجربة مررت بها وقد قيل لك كيف ستتزوج فلانة وهي ليست جميلة وآخر يقول انظروا إلى هذا القبيح كيف سيتزوج أجمل جميلات العالم ولما طلع مسلسل تركي في مرة من المرات تكلموا على أن عالمنا العربي بدأت تزيد في معايير الطلاق بسبب أن النساء في عالمنا العربي تريد من زوجها أو من أزواجهن أن يكونوا مثل أظن كان مهند أو شيء كهذا والرجال يريدوا أن يطلقوا زوجاتهن لأنهن لسنا شبيهات أظنها كانت نور نور مهند أو شيء صلحوا لي لو كنت مخطئا هل يمكن أن يصل بنا الحال في العالم العربي إلى أن تصبح أكبر تجارة رابحة في العالم هي الجراحات التجميلية البلاستيك سيرجوري والمقصود منها فقط الفيلر والبوتكس وتكبير الخشم وترفيع الخشم وتمنفيخ الشفتين وتغيير حجم الجسد والثديين والذراعين والعضودين وزرع الشعر يعني هل أصبح العالم العربي المسلم يشغله الشغل الشاغل أن يذهب إلى الجيمانيزيان لا ليطلب صحة وعافية بل ليطلب شيء يطلب شكل يطلب معيار قبول في المجتمع المجتمع لن يقبله إلا إذا كان بهذه الصورة ويرفعوا لنا الشباب التشيرتات اللي هم لابسينها ويصور لنا سبعة تمانية بتوع اللي بيعملون في بطنهم دول أو يرفع لنا دراعه كده ويقول والله إيه الغريب جدا أنه هو مؤمن بأن كل قطعة في جسمه عضلة إلا دماغه لا يؤمن بأن دماغه عضلة فهو يشغل كل عضلات الجسد إلا عضلة هذا فتجده فقط حامل مش عارف السيكس ولا سيفر ولا محبش بتقوله إيش وفقط هذا الذي يشغله ليش لأنه كيف ستنظر إليه البنات أو النساء حتى إني في حياتي الشخصية قابلته كنت ألعب رياضة وأنا صغير وواحد من اللاعبين أصيب بجرح أثناء الرياضة فدخل في دور اكتئاب عجيب جدا ما لك يا ولدي يقول والله كده البنات لما هيبصوا عليها شو بيقوله طب إحنا الكلام كنا نتكلم زمان على إن البنات تصاب بمثل هذه الفكرة وإن دي شوية متينة ودي شوية ضعيفة ودي والله جسمها مكعبل ودي مكعبرة ودي خشمها مدري شو صرنا نتكلم الآن عن الأولاد وعن البنات وإن لله وإن الله يرجع وفالحين بس الناس ربنا يحفظ فالحين بس إنهم يحفظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ويذكرون الجمال فيها فاذفر بذات الدين تربت يدك هو فقط يحفظ تنكح المرأة لجمالها لكن فين فاذفر بذات الدين تربت يدك فين الخلق فين الحسب فين التربية فين الأخلاق كيف يتكون معيار الجمال عند البشر هذه منقشة في غاية العمق في غاية الفلسفة في أسسيات صحة النفسية وعلم النفس السلوكي وأنا مهتم جدا أن أشرح لحضراتكم كيف نكون فكرة عن الجمال طيب كلمنا الأول عن ديسمورفيا البادي ديسمورفيا بادي جسم ديسمورفيا يعني تشوه أو عدم قبول أو عدم رضا أو وحاشة أو ضعف أو وتيفر هذا قلق هذا مصنف في خانات اضطرابات القلق يسبب هذا القلق سببه مش هو يسبب سببه أن ينظر الواحد منا أو الواحدة منا إلى جزء من جسمها خشم شفايف وزن فخذ ذراع ثدي رأس أذن ينظر إلى جزء من جسمه يقول كل حاجة جميلة إلا ده إلا الخشم إلا الحواجب إلا الجبهة إلا الأذنين الإذنان إلا مش عارف الكتفين إلا مش عارف الأسنان أنا محتاج وهكذا ليس للأمر علاقة بالصحة والعافية ولا السلامة الجسدية علاقة في عدم رضا صاحبنا أو عدم رضا صاحبتنا عن نفسها إما من كل جسدها وهذه الداهية الدهماء والمصيبة العظماء التي تحدث في إثانة لا يقبل نفسه على الإطلاق لا يوجد في جسدي شيء مقبول لديهم أو جزء من هذا الجسد يرى أنه متشوه أو أنه غير متناسب أصحبنا هؤلاء ربعنا هؤلاء إما أنهم يتجنبون النظر في المرآة على الإطلاق يا ينظرون إلى المرآة أبداً ويكرهون الأماكن اللي فيها المرايات ولو دخلوا أماكن فيها مرايات كأنه بيتجنب كأنه بيتلصص كأنه لو يريد أن ينظر كأنه مستحي كأنه واحد بيخجله كأنه واحد بيدينه بالفلوس وبينتظر منه أن يعطيله آي كونتاكت عشان يقول له هات الأموال اللي عليك يتجنب بيتجنب التواصل البصري فقط لأنه متأكد أنه هو لو نظر إلى المرآة سيراها مشوهة مكسورة ستعكس إليه صورة جسد مشوهة غير مقبولة عنده أو يحصل العكس النفس البشرية عجيبة يحصل العكس تجدوه يقف أمام المرآة عشرات الساعات ويا ويلها لو كانت امرأة وعندها زوجه نازلة مثلا إلا تقف أمام المرآة وتعيد الفوندتان وتعيد الايلينر وتعيد الرموش وتبقى تروح وترجع وتنظر إلى المرآة وتقول هنا في كذا هنا في كذا وتتأخر وممكن وهي نزلة يقول لا أنت طالق عشان تخلصين من الأرف اللي احنا عشناه بسبب حضرتك هذا ها إذن إما يتجنب النظر إلى المرآة على الإطلاق وإما يبقى ينظر إلى المرآة بدون توقف لأنه عارف أنه في غلطة وهذه الغلطة يحاول بشتى الطرق أن يتجنبها رأيت من الناس من دخل إلى مركز العلاج وقال لي أو قالت لي أنا كل حاجة فيها جميلة إلا كذا ومن قال لي أنا لا أصلح لكاميرات التلفزيون إلا إذا جاءت الكاميرا من طرف اليسار مثل الكاميرا اللي أمامي دي اللي أنا بشاور بأصبعي عليها اللي هي الكاميرا رقم ثلاثة أو الكاميرا الثانية المتحركة دي يقول أنا لا لما تعوزوا يروح للمخرج الأستاذ خالد يروح للكاميرا من الرجالة اللي بتشتغل في الكاميرا يقول له الله يخليك دايما جب لي المنظر بتاعي من اليسار لأن المنظر من اليمين بيطلعني وحش يا ساتر شفتوه ما خالد هؤلاء هل مروا عليكم والله كتير بنعاني منهم بيرد علي خالده وبيقول كتير بنعاني منهم بالذات الستات ما إن شاء الله مستعين والله بقينا متورطين بين الرجال وبين النساء صار فيه مشاعة عام جائحة عامة مثل كورونا أن الناس كلها تقريبا بتعمل مرة وثنتين وثلاثة على الصور اللي موجودة وأنا الحقيقة ما كنت أفهم أنا ما كنت أعارف الموضوع ده يعني بعمق فطلبت من بعض المعارف المقربين أنه يعملي صورتين عشان أعرف الفرق بين صورتي الحقيقية وبين الصورة اللي اتعملها عدة فلتريشنز عشان تطلع شكلها عامل زي صدقوني أنا وأنا ملتحي وعلامات الخشونة والفضاظة ممكن تكون موجودة على وجهي لكني نظرت إلى منظر شخص آخر تماما ليس هو أنا على الإطلاق بعض البنات التي تم الحكم عليهن في مصر بسبب قضايا تيك توك لو نظرتم إلى الفيديوهات ونظرتم إلى شكلها في المحكمة أو حتى في صورها العادية ستعرف أنها امرأة أخرى أو فتاة أخرى أسألوا أن يفرج كرب الجميع وأن يعفوه عن الجميع إذن هو قلق اضطراب مصنف في اضطرابات القلق وطبعا اضطرابات القلق أنتوا عارفين مشاكلها يعني أو لو مش عارفين هنتكلم عنها شوية إلا أنه بيقضي وقت طويل أمام المرأة لمحاولة إخفاء العيب أو لا ينظر إلى المرأة على الإطلاق لمحاولة مخادعة النفس بأننا مش معيوب بأننا ما في نشي وأنا أذكر تكلنت مع الست والدتي مرة ربنا يطول في عمرها وقلت لها كنا زمان الواحد فينا سبحان الله يقف أمام المرأة ليحسن القبيح في نظره يعني يقول لا لا الخشمه طويل شوية أو أنفه طويل شوية يقول لا 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 حلو مقبول يعني كانت الناس تنظر في المرأة اللي تقول الحمد لله الذي حسن خلقي اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي كان الإنسان ينظر إلى المرأة ليعلم قدر نعمة الله عز وجل عليه حتى إن وجد عيبا من العيوب التي يمكن أن يتكلم عنها الناس يقول لا 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 معلي لا حواجبي زينة أنا حتى إنه في مرة من المرأة وما زلت أتكلم عن هذا الموضوع والعلي تكلمت في مرة سابقا إن مرة من المرأة في مسابقات جمال العالم طلعوا المرأة اللي طلعت الأولى على ملكات الجمال دي كان شعر حواجبها متصلا كان الشعر متصل من هنا وهو في الأصل عند بعض الناس مستبشع إن يكون حاجب أمرأة كده متصل الاتصال ليس هناك فرق هنا فإذا بالعالم تقريبا أصابه الهوس وأصبحت جل أو كثير من النساء يحاولن بشتى الطرق أن ينبت شعر هنا لهن حتى تصبح شبيهة بملكة جمال العالم التي انتقوها على معايير أنا وأنت الآن وأنا جالس لا أعرف ما هي المعايير الحقيقة التي انتقوا على أساسها أن يضعوا امرأة في معيار ملكة جمال العالم بنبقى أصحاب هذا القلق أو أصحاب هذا الاضطراب اضطراب بتشوه الجسد أو عدم الرضا عن الجسد أو عدم قبول الجسد بيجلسوا فترات طويلة جدا 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 في المقارنات عندهم أزمة كبيرة جدا كيف خشم فلانا وخشمي شعر فلانا وشعري دراع فلانا ودراعي فخذ فلانا وفخذي قدم فلانا وقدمي أصبع فلانا وأصبعي حتى المينيكير هذا بتاعها غير اللون بتاعها عملها كيف حواجبها عملتها كيف القرط اللي بتضع في أذنيها صار في جزء كبير شفت كبير دي أنا طلعتها كيف كبير هذه الكلمة تدل على المعنى المقصود لأن في طاقة مهولة بتبذل في عمل العقل والدماغ لأجل المقارنة ومحاولة سلامة النفس حماية النفس من الشعور بالدونية بالشعور بالقلق فانطلع في الآخرين اللي بيسموه عندنا في مصر الأطط الفتصانة يعني انطلع أي عيب موجود في الشخص اللي أمامنا عشان نلاقي في نفسنا قيمة من القيم وقت طويل جدا بيبذلوا الناس اللي عندهم اضطرابات القلق المتعلقة بالديسمورفيا أو بادي ديسمورفيا بيتعلقوا بوقت طويل جدا بالمقارنة كما أنهم بيبذلوا وقت طويل لمحاولة محاولة خلي بالك من المصطلح هذا محاولة إخفاء العيوب وهل تراها تختفي؟ هل تراها تختفي؟ طب تعالوا نسموها الأول هل هي عيوب؟ خطورة هذا الاضطراب يا فندم خطورة هذا الاضطراب الذي يمكن أن تتعرفوا عليه في جوجل بس تكتبوا بي دي دي حرف البي بالانجليزي بي دي دي بادي ديزمورفك ديسوردر بس بي دي دي وساعات يتكتب بي دي بس حنعرف على طول شو تفاصيل هذا الموضوع ومشكلته الكبيرة خطورته خطورة هذا الاضطراب من أسهل حاجة إلى أصعب حاجة وأنا لا أريد أن أخيف أحداً بل أريد أن أنبه وأدق جرس الإنذار وناقوس الخطر حتى ننتبه على أولادنا ولا سيما البنات زي ما بيقول خالد لكن أنا أريد الانتباه على الجميع على الذكور وعلى الإناث لأن الآن في زيادة في معدلات اهتمام الذكور بالأشكال والمنظر والحواجب وحدود اللحية وده سموا بإيه سوالف بيسموها في مصر سوالف معرفش بسموها عند الناس إيه طيب اجتماعياً اللي عنده هذا الاضطراب بيبدأ ينعزل شوية شوية إما أنه هو يجلس مع ناس كلهم يشار إليهم بالقبح والدمامة حتى يكون هو الأعلى بينهم يجلس مع الضعفة يجلس مع الناس اللي هو بيعتقد أنه هما فيهم ضعف أو فيهم عجز أو فيهم قبح أو فيهم دمامة وفق مصطلحاته هو أو أنه هو ينعزل تماماً بالذات العلاقات الاجتماعية مع الأسر يعني نتعالوا نتخيل بنت متينة شوية فالناس بتقول عليها أن دي متينة ومش جميلة بنت كربوزة كده ولا بسموها إيش مبلغزلزة كده ويقولوا عليها دي متينة فمين بيقولها عمتها بتقولها وخالتها بتقولها فإذا بالبنت تتجنب اللقاءات اللي فيها العم وفيها الخالة وبالتالي في قطع رحم والسبب في ذلك حماقة العم وغباء الخالة اللواتي لم يحسننا التعامل مع فتاة في سن المراهقة أو حتى وهي صغيرونا نقول إيه الجمال ده والحلوة ده ونخلي بالنا عند ماما وعند بابا من صحة البنوتة هل صحتها بخير؟ هل سكري ضغط الدهون الثلاثية؟ أخبرها كويسة؟ البنت بزينة بس بتاكل خلوها تاكل لأن لو مكلتش البنت هنعمل حاجة اسمها المقاومة الذاتية وحتبقى المسألة بتاعة الأكل دي أشد عمقاً وخسارة والرجوع في الوزن بشكل كبير جداً أسوأ عشرات المرات مما تتوقعوا في الخسسان اللي احنا نزلنا فيه اجتماعياً بيبدأ ينسحب الطفل أو البنت الولد أو البنت في سن المراقع ينعزل عن المجتمع القريب منه لأن المجتمع القريب منه كثير اللوم والعتاب والتنبيه على قضية صورة الجسد أو أنه هو ينعزل من هذا المجتمع ويروح لمجتمع أقل منه مليانين بالقبح والعاهات في وجهة نظره عشان يكون هو أكسبتد وما يعنيش الرفض أو يصبح مقبولاً نفسياً ألام هؤلاء الأطفال فوق ما تتخيلون وتصل معدلات إيذاء النفس انتبهوا تصل معدلات إيذاء النفس عند هؤلاء الأطفال إلى مراحل لا تتخيلوها وتصل إلى حد الانتحار وحصلت في العالم العربي للأسف الشديد حصلت وإن كانت النسب قليلة لكن في بعض حالات الانتحار التي رسدت في العالم العربي كانت قبلها كان في إيذاء للنفس جرح بطريقة أو بأخرى بعد ما تأكل تعاقب نفسها على الأكل فتعمل في إصابات بالإنروكسيا اللي هو اضطرابات الأكل الناس اللي بتأكله بترجع بتأكله بترجع عشان خطر ما وزنها ما يزيتش الناس اللي بتحسب كل شيء بالكالوريز وبتقول لنفسها أنت زودتي 22 كالوريز النهاردة وده بالتالي أن أنت إنسانة سيئة تقف على الميزان فتكره نفسها بعد ما تقف على الميزان وتكره نفسها تحتاج إلى أن تعاقب هذه النفس على تجرؤها بزيادة 20 أو 200 كالوريز وبالتالي تعاقب نفسها لمدة يومين أو ثلاثة وتصب بالإنروكسيا ممتاز يبقى تبدأ الحكاية أولا بالعزلة الاجتماعية لكن تبدأ بالألم النفسي الشعور بالسيلف استيم التعبان وفيه ثقة بالنفس ما فيه قيمة لهذه النفس على الإطلاق دائما تشعر بأنه أقل من المطلوب يشعر دائما بأنه أقل من المطلوب يشعر دائما أنا غير مستحق أن أنا أتزوج رجل وسيم لأن أنا قبيحة أنا تخينة مين حيجي لي واحد سنباتيك وأنا تخينة أنا لازم أعمل ربط معدى أنا لازم القبول بالنفس القبول بالشكل القبول بالجسد فكرة أصبحت فكرة سيئة عند الناس أو عند الشباب البنات بالذات وبعدين الأولاد بتصبح لمرحلة من المراحل إلى إذاء النفس وقد تصل في بعض الأوقات إلى الانتحار أسبابه لماذا يصاب أولادنا وبناتنا بالتراب صورة الجسم البادي إيميج لماذا لا نقبل هذه الأجساد التي حبان الله عز وجل بها لماذا عندنا ثلاث أسباب في سبب أولان دجينات وإنتوا عارفين أن القلق عموما لأننا اتفقنا أن هذا الإطراب جزء من إطرابات القلق لأن أعراضه قلة نوم وقيق مستمر والتهابات كثيرة وعدم استمتاع بالأكل وعزلة ودرجة من درجات الاكتئاب والحزن فهي نفس أعراض القلق المعمم أو القلق العام وبالتالي هو مصنف في هذا الكاتيجوري أو في هذه المجموعة ثم إما تكون فيه جينات قلق موروثة من الأسرة وإما يكون خلال كيميائي من بعض الأدوية أو المخدرات أو الخمور ممكن تعمل حاجة زي كده والحاجة الثالثة ودي مسألة أكيد أنتوا عارفينها لكن لابد أن ندلة عليها مسألة البيئة والتنمر والسخرين البيئة بتربي على أن الطخين مش مقبول البيئة بتربي على أن الملتحي مش مقبول البيئة بتربي على أن الأسود مش مقبول البيئة بتربي على أن غير العربي مش مقبول البيئة بتربي على أن غير التركي في تركيا مش مقبول البيئة بتربي على أن العين الزرق أو الشقار هو علامة الجمال البيئة بتقول أو المجتمع بيقول أو الأب بيقول أو الماما بتقول انت كلت يا ما كفاية أكل انت كلت يا ما كفاية أكل العيال بتجلس على طاولات الأكل عينيها ادخلوا المطاعم روحوا المطاعم شوفوا الأولاد بيأكلوا ازاي هتلاقي بعض الأولاد كل ما يحطوا لقمة في فمه مسكين واحد ليلة والله مسكين عينوا على أبو وأمه هيسمح لي بيها ولا لا بينظروا لي إليها ولا لا هل حيتعلقوا بالمسألة ويقولوا لي بس سكعات كفاية وأنا ما زلت مستمتعا بهذا الطعم بيئة تدفع الطفل إلى أن يؤمن بأن للجمال معيار ليس موجودا عندي أنا أحتاج أن تفض وأحاول أنمو حتى أصل إلى هذا المعيار اللي بابا وماما والمجتمع حطينه المسلسلات والأفلام والعبارات التي تقال حضراتكم بتظن مش عارف حضراتكم بتظنوا أن الناس عندها حماية يعني البيت المتدين لما ينظر على نيت فليكسو يلاقي الجاي وليسبيان وينظر إلى ناس بتتكلم على اضطرابات الأكل والطرابات الشرب أنتوا فاكرين أن أنتوا عندكم حماية من هذا الموضوع بتظنوا هكذا لكنه يا فندم لا حماية لأحد قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء الأولاد بيتفرجوا الكبار بيتفرجوا مرة مع مرة مع مرة المصريين يقولوا الزن على الودان أمر من السحر والخليج يقول كثر الدج يفتش اللحام لما حبقى أتكلم مع الطفل والطفلة دايما على أكله على طخنه على وزنه الهدوم دي ما بتجيش عليك أنت كتير وزنك زاد خلاص الفكرة بترسخ في ذهن الطفل وبينمو وهو عارف أن جسمه غير مقبول لدى البابا وماما ومدام أبوي وأمي مش قابليني ومال مين هيقبلني يعيني لو طلع عنده متلازمة يعيني لو طلع عنده إعاقة يعيني لو طلع شكله مختلف عن بقية إخوانه وأخواته الناس كلها طلع أبيضة وطلع في شوية سمار أو العكس شخص عيلة كلها شقار وواحد طلع كده أو عيلة كلها سمار وواحد طلع أبيض في النص يعيني لو حصل اختلاف وما هذا إلا العنصرية يعني لو أردنا توصيف هذا يعني الحكم على الناس أو وصف الناس بأوصاف ليس لا علاقة بأخلاقهم وقيمهم وقناعاتهم ولا علمهم وعملين بس نوصفهم ده طويل ده قصير ده تخين ده رفيع ده أبيض ده أسمر ده شعره جدائل ده شعره معقود ده شعره كيف العلاج كيف نعالج لمن أصيب بالطرابات وتعلق بقبول الجسد صورة الجسد كيف يمكن أن نعالج شخصا كهذا اسمحوا لي بصدمة لحضراتكم أنا آسف جدا لكن أنا أحتاج لمثل هذه العبارة وليست هذه دعاية لي ولا لغيري من دكاتر النفسين سواء سايكوثيرابيست أو سايكاتريست أنا أتكلم بنصيحة وضمير الحي يدفعني إلى ذلك ديني قبل هذا قل لي دين نصيحة ولا بد أن تصدق في نصيحتك كثير من الناس يعتقدون أن العلاجات النفسية سواء كانت بالأدوية أو بالجلسات عبارة عن عصى سيدنا موسى عليه السلام السحرية يعني هندربوا ضربة كده وحيبرأ الحقيقة اللي عنده اضطراب الديسمور فيها هياخد علاج مش أقل من 12 أسبوع يعني إحنا بنتكلم في حوالي أربعة أشهر المتوسط في علاج هؤلاء الجماعة بيصل إلى ستة أشهر وقد يصل إلى ثمانية أشهر في بعض الأوقات وللأسف الشديد قد يصل إلى سنة أو سنتين مع تناول بعض الأدوية الناس دي محتاجة تاخد CBT Cognitive Behavior Therapy اللي هو العلاج السلوكي المعرفي وفي أوقات كثيرة جداً بتاخد مثبتات لبعض المواد الهرمونية بياخدوا بروزاكي احتمال بياخدوا جزء من العلاج الدوائي عشان خاطر يثبتوا بعض المواد اللي بتحفز القلق العام عند المراهقين أو عند الناس عموماً مع الجلسات العلاجية وأي دكتور نفسي محترم حيفهم تماماً أنه حتى لو أعطيته دوز أو جرعة من مادة كيميائية تدخل في جسمه هو محتاج ولا شك ذكراً كان أو أنثى إلى أن يجلس مع Psychotherapist زي حالاتي كده متخصصي أنا ليتعامل معه سلوكياً وذهنياً كيف يتعامل مع فكرة جسمه ثقته بنفسه كيف نزدها قيمة الورث سيلفورث قيمة النفس عنده كيف تعلو وتزيد بحيث يتم التعامل مع هذا الاضطراب المزعج للغاية اللي كثير من الناس بيعتقد أنها كلمة نرميها على عيل أو نرميها على بنت وفاكرين أن الموضوع ده هيبقى أثر عكسي محفز ويتخنتي أنت كتير تخنتي فهم فاكرين أنهم لما يقول بهذه الطريقة بقى البنت حتقلل أكلها وتروح تلعب رياضة وتبقى ريجيم وتبقى سمبتيك وفق معايير ومهمة ما حد سأل البنت شو الجمال يا بنتي ما هو الجمال ها هنقش الموضوع ده بعد الفاصل كمان هنقش بقية العلاج لأننا لسه ما تكلمتش عن العلاج إزاي وحكلمكم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه الفكرة التي وجدت في الصحابة في شخص جولايبيب عليه السلام أشوفكم إن شاء الله بعد الفاصل القصير بإذننا تفضلوا ووصل معنا في جميع برامجنا صوتاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة اقرأ لا فعلاً مجرداً بل باسم ربك اقرأ ما في الكون باسم ربك واقرأ ما في الكتاب باسم ربك وجعل حياتك كلها لاسم ربك قاف اقرأ بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv قاف التفاعلية بنقرة واحدة كنت أحلم بصحبة لا تسألني من أين أنا بزوجة تقبلني كما أنا بمجتمع لا يرمقني في كل مكان بنظرات كأنها تقول لي لماذا لا تشبهنا بنظرات تحملني وزر اختلافي عنهم كأنما الحياة ظالمة لماذا لم نكن جميعاً متشابهين عادات جاء الإسلام ليرفعها كلكم لآدم وآدم من تراب تجاورت ذراتنا جميعاً في طينة الخلق الأول جوار تشابه لاختلاف الأصل واحد والغاية واحدة والنور واحد والدين هو النور نراه كما هو ونعرفه كما هو بقلب سليم قاف قيمة الإنسان نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي آي أو أس وأندرويد وتابعنا أينما كنت قاف التفاعلية معك أينما كنت أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد في حلقة جديدة من القلب والجزء الثاني بعد البريك أو بعد الفاصل كنا بنتكلم عن ديسمورفيا أو تشوه الجسم أو صورة الجسم المشوهة في عيون الناس وسمينا حلقة اليوم المرأة المكسورة لتدل دلالة واضحة على أن المرأة المكسورة لو بسط عليها أو نظرت إليها ستعكي الصورة مشوهة لنفسك وَلَنْ تَكُونَ كَمَا خَلَقَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كان عليه الصلاة والسلام شخصاً جميلاً بكل ما تحملوا الكلمة من معنى كان صلى الله عليه وسلم هيناً ليناً يحب الابتسامة ويحب التلطف وكان حلو المعشر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قبض يوماً على جليبيب جليبيب من وراء ظهره جليبيب صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يوصف عند الناس بأنه ليس من الوسماء فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد مني يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يمازحه يلاطفه يتباصط معه فقال من يشتري العبد مني فقال جليبيب إذن لتجدنني عند الناس كاسداً يا رسول الله يعني هشوف هذه النظرة النفسية النظرة النفسية بتقول أنا حتلجيني بضاعة كاسدة ما أحد يبغي يشتريني ما أحد يبغي يعني يعني يتأذى بوجودي في حياتي أنا لست شخصاً يعني مطلوباً مرغوباً أنا عندي رفض اجتماعي تقريباً كأنه يقول هكذا والصحابة كلهم في الجنة رضي الله تعالى عنهم أرضهم أجمعين فإذا بي عليه الصلاة والسلام يخاطب بلغة العلم النفس الانعكاسي أو المنعكس أو التشوك ثرابي لو حبيت العلاج الصدمي قال ولكنك عند الله لست بكاسد إن كنت تعتقد أنك كاسد عند الناس فأنا لست في حاجة إلى أن أناقشك فيها هذه الآن لكني سأقول لك ما هو أعظم لك من هذا أنت عند الله لست بكاسد وقصته في زواجه واستشهادي في غزوة أحد قصة مشهورة جداً عند حضراتكم وهي في صحيح مسلم إذن محاولة الدعم محاولة إظهار مدى رضانا وفرحنا بعيالنا مدى قبولنا لهم على كل حال وناس كثيرة جداً تناقش فكرة الحب غير المشروط ويقولوا حتى الآباء والأمهات أصبحوا الآن لا يحبون أولادهم إلا بحب المشروط ناجحت نجحت في الدراسة سمعت الكلام حتكون ولدنا وبنحبك إذا لم تفعل فقد لا نحبك وبيشعر بها الأطفال والله والله عندي في المركز والله عشرات من الأطفال لما بنعمل لهم مقياس اسمه مقياس القابلية الوالدية مقياس القابلية الوالدية هذا يشرح عند الطفل لما نقوله اختار بابا ولا ماما يختار ماما مثلاً فكيف تنظر ماما إلي الولد يقول كيف تنظر الأم إلي كيف ينظر الأب إلي والنتائج مزعجة النتائج جداً مزعجة الحب غير المشروط هو الحب اللي بين الأب والأم وعيالهم حب غير مشروط أنا ابني ابني على كل حال ابني ابني على كل حال ولدي اسمه على اسمي هذا أنا أبوه وهذه أمه وسيبقى ولدي للأبد وزنه قد كده بقى وزنه قد كده بقى ابني معه بي اتش دي ودكتوراه ابني ما خدش البكالوريوس ابني ما خدش الثانوية العامة أو البكالوريا ابني ناجح في المدرسة ابني رسب لا قدر الله ابني ارتكب المخالفات وشرب المخدرات ابني كان صالحاً تقياً نقياً في المساجد ابني على كل حال ابني والمثل المصري يقول ابني على كدفي وروح أدور عليه ما قدامك ولدك حتى أن بعض الأولاد لما بيؤمن بهذه الفكرة وتستقر في ذهنه أنهما ما بيحبوني إلا لما أعملهم اللي هما عايزينه بيحصلوا حاجة اسمها الفيك برسونالتي دي سوردر أو اتراب الشخصية المزورة يعمل لهم اللي هما عايزينه لغاية ما يوصل 17-18 سنة ولا بتعرف عنه حاجة وبعضهم بيحاول يأذي أباه ويأذي أمه يروح يجلس في مجلس فيه الخمر والمخدرات ويصور نفسه سيلفي ويرفعها على الانستجرام ويعمل تاج لأبو أمه تتفرجوا علي أنا التلوش عايزيني ما أشربش قد ينا بأشرب وبغذكوا منتوا الاتنين طب وجاي منين الكلام ده جاي من أن الولد من صغريه وهو يشعر أنه غير مرغوب فيه أنه دائما عندهم توجيه له بتحسين حتى شكله حتى جسمه حتى طريقة أكله أنا كان عندي ابني عبد الرحمن الله يحفظه ويرعاه أنا معرفش قاعد يشوفني الآن ولا لأ ولا أمه قاعد تشوفني ولا لأ كان لما يمسك الملعقة معرفش الكاميرا قربوا مني الكاميرا يا جماعة أعمل إيه أروح فين زي منا ولا أروح هنا أو إما بدي أروح للكاميرا ثلاثة إيه رأيكم كان أما يمسك الملعقة عبد الرحمن ابني كان يمسكها بهذا الأصبع شايفين كان يأكل كذا وقيته أنا وأمه نحاربه ونوجهه عشان يمسك الملعقة كذا لي إلا مرة من المرات راح أقول لي أبوي هو غلط أمسك الملعقة كذا قلت له لأ قلت له لأ قال لي أنا مرتاح جي أنا مرتاح أمسك الملعقة كذا قلت له خلاص أبوي كل على كيفك ولك أنه كانت صفعة صفعة من ولدي على وجهي يقول لي أنا أنت بتربيني على شو بتوجهني على شو أن أنا أمسك الملعقة طب أنا والله مرتاح كذا زي اللي بيكتبوا باليسار وأهليهم عايزين يلزموهم يكتبوا الولد بيأكل باليمين وماسك الملعقة الخشوجة ماسكها كده طيب عنده مشكلة لا ما عنده مشكلة إحنا اللي عندنا مشكلة إحنا اللي عندنا مشكلة خلينا رجع تاني خالد ربنا أحفظك ربنا أراك طيب إذن إحنا يعني إذا عاش الولد طوله عمره مسكين وهو متوقع أنه هو غير مقبول وأنه مرفوض عنده رفض اجتماعي عنده رفض من الأب والأم غير مقبول عند أبوه أمه عند المجتمع اللي هو عيش فيه بيتنمروا عليه بيتكلموا على لونه بيتكلموا على شعره بيتكلموا على طوله وعلى قسره وعلى حجم جسمه 87% سبقوا ذكرت لحضراتكم الرقم ده 87% من البنات في الولايات المتحدة الأمريكية في المدارس المتوسطة والثانوية لا يمارسنا الرياضة داخل المدارس حتى لا يقلعنا ثيابهن ويتعرضنا إلى سخط وتنمر بقية الطالبات 87% 87% كل مئة بنت 87% من البنات عندها بعض الاضطرابات المتعلقة بالجسد وعالمنا العربي في الآونة الحالية ليس ببعيد عن هذه الأرقام البنات مهووسة والأولاد مهووسة بالإنستجرام والفلتريشن اللي فيه الصور اللي محطوطة على البايو بقت جريبة للغاية تبص للبنياء دا في الحقيقة وتنظر له في الصور تقول هذاني شخصاني مختلفان محتاجين نتكلم عن التقريع على الأكل التقريع على الأكل طيب أنا مش هتكلم على أنواع الأكل السيئة لكن أنا هتكلم على اللايف ستايل بتاع الأكل طريقة الأكل الناس لو قعدت تتكلم على الطولة بيتكلموا مع بعض الأب والأم بيتكلموا مع بعض فيه حيوية فيه مودة فيه لطف والأكل محطوط بطريقة شيكو جميلة والناس بتاكلوا هي مبسوطة مع بعض الناس ما بتاكلش أكبر من حجمها أما بناكل قدام التلفزيون بناكلوا الموبايلات في إيدينا بناكل جانك فود أكل من أي حاجة أكل مش معمول بمحبة الولدة كانت تقول ربنا طول في عمرها عايزين الأكل يبقى جميل اسأله على الحاشتين نية الشخص اللي بيصنعه نيته مقصوده هدفه الأمر الثاني مين بياكل إذا كانت الصحبة جميلة والصحبة راقية ومحترمة تجد الناس تأكل سبحان الله بشغف وباستمتاع وبانتفاع باستمتاع وبانتفاع وإذا كان الأكل معمول بنية صاحبه بنية صاحبه الجميلة معنى كده أنه هو يعني الناس هتاكل كويس محتاج بس أجاوب على حاجتين أساسيتين قبل ما أشوف إذا كان فيه حاجة محتاجة تتقال إحنا عايزين نتكلم بسرعة على معيار الجمال ناخد آه طبعا سمر تفضلي يا سمر تفضلي يا بنتي أهلا يا بنتي أهلا وسهلا بارك الله فيكم دكتور يعني عنوان عنوان حلقة جدا مميز مرآبك صورة فعلا يعني أنا من خلال عملي في إحدى مدارس الثانويات للبنات يعني وجدت معاناة كثيرة في هذا الوقت بالنسبة للفتيات ومشاكل نفسية رهيبة جدا ليحب محاولة التماشيع مع الصور الجمال التي تتغير في كل مرحلة يعني حتى لا تبقى على سوية واحدة من خلال مثلا الإنستجرام خلال السنابشات هذه التطبيقات يعني من خلال مثلا موضة الشفاء الشفاء المنتفخة موضة مثلا العيون كذا الوجه كذا إضافة لما يرونه من تزييف حقيقي بهذه التطبيقات لشخصيات يعني تظن الفتاة بأن هذه الفتاة جميلة ورائعة جدا وهي غير حقيقية صورة غير حقيقية بالمرة صحيح تقول اليوم يعني موضة مقياس الجمال الألفام الكبير قالت لها بعد خمس سنوات ربما يتغير تصبح لا بالعكس يعني الفتيات ضائعات في هذا المجال يعني ولا لا الأهل قادرين على التعامل مع هذا الشيء ولا في المدرسة يعني نحتاج لشيء ثابت طريقة تنصيق بين الأهل بين الأهل وبين المدرسة بين التربويين لمعرفة التعامل الصحيح مع البنات خصوصا في مرحلة المراهقة جميل خصوصا فماذا تشيرون علينا جدا جميل هذا الذي نويته الكلام عنه الآن في هاتين في الدقائق المقبلة لكن سؤال حضرتك وتوجيهك جدا مفيد بسبب الوظيفة حضرتك اللي تكلمت عنها قلت أنت تعملي في المدارس الخنوي وهي الشريحة التي نتكلم عنها وستنطلق بعدها هذه شريحة في غاية الأهمية ومنطقة في غاية التلغيم والخطورة مليئة بالألغام لا سيما مع الأخطاء التربوية اللي حصلت في المدارس الإعدادي والابتدائي أو مع الأهل والوالدين أو حتى من الزميلات والرفيقات بالتنمر وغيره شكرا جدا على اتصال حضرتك سيد سمر ولعلك تسمعي مني بعض التوجيهات التي عددتها للكلام على هذا الموضوع أنا بس سؤال واحد نفسي أسأله لو حد من الكنترول عندهم استعداد يجاوبوني حد يستطيع أن يجبني الآن فقط يبادر بس يفشلني ويغلطني أنا أسأل سؤال واحد فقط من الذي وضع معيار الجمال من الشخص الذي قال أن لابد البنت لأن تكون جميلة مثل ما تفضلت الأستاذة سمر أن تكون شفايف منفوخة من قالها من اللي قال هذه العبارة من وضعها من الذي وضع هذا المعيار الذي يقول لابد أن تكون البنت بهذا الشكل التسويق الدعاية والإعلام مثل ما هو سيم يقول التسويق إذن هو مش معيار هو ليس معيار في الأصل وإنما هم أرادوا أن يكون هذا هو معيار الجمال طيب دعونا من القضية الكونسبرسي أو المؤامرة أو الديني خلونا من القضية المؤامرة وإنحنا مستهدفين طيب خلونا في الفكرة من الأداء الذكر وهو في بطن أمه يميل إلى المرأة والأنثى في بطن أمها تميل إلى الذكر إلى الرجل هكذا فطرنا لكن من اللي بيكون في عقولنا خلي بلكم يا جماعة والله كلام مهم من اللي قال في عقولنا من اللي كون في عقولنا إن أنا أريد أنا أتزوج امرأة رفيعة القوام لا أنا أتزوج امرأة متينة القوام أنا أريد امرأة بيضاء أنا أريد امرأة قمحاوية أنا أريد امرأة شعراء طويل أنا أريد امرأة شعرها قصير مين اللي حطت هذه الفكرة في عقولنا يلا إذا لم تشارك في هذا البيئة والوالدين والمدرسة إن المدرسة تبدأ تحط معيار إن الجمال العين الزرق قلص الولد بيطلع يقولي الجمال العين زرق فلما بيشوف بنت عينها بني ولا عسل ولا سوداء يقول لا أنا عايز جمال أزرق لأن أنا متربي في خلفية مسبقة بتقولي إن الجمال لازم يكون أزرق طب لو إن البيئة ما تعاملت بهذه الطريقة لا الأب والأم تكلموا هكذا ولا المدرسة تكلمت هكذا وما كانتش فيه تلكم العنصرية ولا المعايير المشوهة غير المنضبطة للجمال طب الولد هيكون الميلان ده ازاي كيف سيكون الطفل ميلان إلى نوع معين من النساء وكيف ستكون البنت ميلانا إلى نوع معين من الرجال مش كل الرجال بيقبلوا بعض ازاي بيتزوجوا كيف فيه مرحلة تسمى مراحلة المراهقة المبكرة من سن الأربعة لسبع سنوات خمسة لسبع سنوات بتتبكر شوية في بعض البلدان وتتأخر شوية في البعض الآخر حين ينظر الطفل الذكر لأول امرأة حقيقية اللي ليس في التلفزيون ولا في السينما ولا على المسرح أول امرأة حقيقية يقابلها في الحياة وهي ليست من محارمه بعد ما يوصل السن ده ممكن تكون الست اللي بتديبلهم الخبز ممكن تكون المرأة اللي بتنظف لهم البيت ممكن تكون الست بتاعت الحضانة ممكن تكون الجارة من الجيران حسب هذا الشكل الذي يرى ستبدأ تتكون عنده ما يسمى solid experiment أو التجربة الصلبة هذه التجربة الصلبة بتكون في عقل الطفل الميالان إلى نوع معين من النساء وقل عن البنات ما قلت عن الأولاد ومن هنا تعرف أنه إذا ذهبنا إلى بلد زي أفريقيا في أي بلدان أفريقيا سنغال ملاوي زنبابوي بل ليس زنبابوي لأن زنبابوي فيها بيض جنوب أفريقيا فيها بيض البلدان اللي ما فيها زنبيا مزنبيق ملاوي ملاوي الناس إذا رأونا نحن المصريين القمحوين لا إحنا بيض ولا إحنا شقر ولا إحنا سمر إنما يقولوا هذا ليس معيار جمال يعني إذا رأوا المرأة بهيئة البياض ما بيقولوا أن البيضة جميلة هما هما يروا أن معيارنا للجمال هكذا وخد معاك خط الاستواء إلى البرازيل ونيكاراجوا وخد معاك خط الاستواء إلى ماليزيا وإلى اندونيسيا وإلى بنجلاديش وإلى الهند وتتعجب أنت من هذه المخلوقات الربانية التي وسعها الله عز وجل في كونه دكتور محمد ما هو معيار الجمال عندك معيار الجمال عندي أن كل امرأة جميلة وأن كل رجل جميل وأن خلقة الله تبارك وتعالى شريفة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك قال ابن عباس رضي الله عنه لو شاء لخلقك على هيئة حمار أو قرد لكن خلقك في أحسن تقويم خلقك في خلقتك التي تناسبك هذا الجسد وعاء للنفس والروح كلما حسنت النفس وقوية الروح وارتقت في مقامات الإنسانية والعبودية والرقي في العلم والمعرفة والبذل والعطاء وحسن الخلق كلما انعكس ذلك على الواجهة مش احنا بنقول كده مش احنا متفقين على كده مش احنا بنقول لو الإنسان من جوه نضيف حيبين عليه من بره ان هو نضيف ولا ايه ولو تملق بالبرندات من فوقه لتحته وهو من جوه وانتم بالكرامة سيء وفاسد وتافه ومهما مليته ركبته احسن سيارة واحسن براند ساعة واحسن براند ندارة وعملت له كل حاجة هل تعتقد ان الانطباعات اللي انت حتكون عنده حتكون ايجابية؟ لا ليست كذلك البشر كلها جميلة كلها كل البشر من كل انحاء الدنيا ومن كل التوجهات ذكورا واناثا الجميع جميل لانه نعمة الله خلقة الله تبارك وتعالى تحتاج لا تصلح المرآة لان المرآة مش مكسورة انا كذاب انا كذبت المرآة ليست مكسورة العين هي المشوهة المرآة جميلة المرآة ناصعة المرآة ستعكس ما تراه انت لو لم تكن تحب نفسك لن يحبك احد لو لم ترى لنفسك قيمة فلن يرى لنفسك قيمة احد احد ولو لم تقدم شيئا لنفسك لن يقدمه لك احد ما حاك جلدك غير ظفرك فتولى انت جميع امريكا عايز يا دكتور المعايير الجمال الناس تقول الجمال نسبي طب اسمع مني ايه اللي بيحصل عايزكم تنظروا معي الى هذا الجلاس الكوب شايفينه شفوه ربنا يحفظكم رعاكم ادي مشهده اقرب خالد اقرب ادي مشهده شايفينه شايفينه تمام هاكسه دماغكم الان الدماغ العين وقعت على هذا المج شافت حرف قاف وشافت الذراع اللي موجود شفتوها العين اللي وقعت عليه سحبت سكانر خدت منظر ودخل الى الدماغ والدكتور محمد لابس مش عارف ايه وشكله عامل ازاي كويس طيب يلا نعكس تفضل خد مشهد كمان العين هتسحب سكانر كمان بدل ما ايد المج تكون على اليمين عندي على اليسار عندكم تصبح على اليمين عندكم وعلى اليسار عندي طيب ممتاز عملته لك كده الله يحفظك ورعاك ادي مشهد تالت العين بتمسح العين بتمسح طيب حفظل ارجع لك في المشاهد لما هرجع لك المشهد الاولاني اول مرة هتسحب سكانر ويروح للدماغ يروح الدماغ اقول له لا معلش الملف ده موجود انا شفت المنظر ده قبل كده وشفت 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 الساعة في ايده اليمين وشفت ايده اليمين من غير ساعة وشفت التشيرت اللي هو لابسه وشفت النظارة لما بيحطاه على عينه شفت سكانر عمال أصحب سكانر أصحب سكانر أصحب سكانر الدماغ ملئة الآن ملئة الدماغ الخزينة العقل ملئة بصور كثيرة عن محمد وعن المج أو الكوب الذي نشرب منه لما بتشوف الكوب مرة تانية قلتوا لأنا عارفه اقلب الموضوع ده للزواج اقلب هذا الموضوع للزواج تزوج رجل أجمل امرأة في العالم وتزوجت امرأة أوسم رجل في العالم وجلسوا مع بعض ستة أشهر عنده مئة بدلة ومئة قميص ومئة تشيرت ومئة فانيلا ومئة ساعة ولبسهم كلهم شافتوا المرأة كل مرة شافتوا بشكل جديد راح تسحبه سكانر سحبت سكانر يوم ما يلبس سبق لبسه قبل كده تقول إيش أنا شفته وعرفته أنا شفته وعرفته معنى هذا إن الشخص اللي بيتزوج أي حد إمتى بيبدأ يشوفه جميل بجد لما يعتاد عليه ويصبح جماله from in to out وإلا حتفضل المسكينة قاعدة في البلاستيك سيرجري وهو قاعدة عند الخياط أنا عايزة تجاوز واحدة بالمقاس الفلاني ويبدأ الخياط يقصله وإلا أنا لو عايزك عايزك تفضلي مش عارف فلات عايزك تعرفي كيرفي عايزك ويلا نبدأ نقصه ونلز قصه ونلز قصه ونلز لأني لو كل يوم أريد أن أرى شيئا جديدا يباروح الله أرضى عليك أقعد قدام في حتة لغاية ما تشوف البشر كلهم الآن أنت متزوج أنت متزوج معيار جمال الله يرعاك أنت متزوجة معيارا للجمال أنت معيار للجمال وزوجك معيار للجمال انظري إليه مرة ثنتين ثلاثة وقول لنفسك قد رأيت منه كل شيء وقل لنفسك قد رأيت منها كل شيء فماذا بقي بقي الجمال الذي يظهر من الداخل إلى الخارج وخد مثال على جورج كلوني وأمل عالم الدين فرقوا على قصتهم في الجوجل ولا في اليوتيوب وتعرفوا مين أمل عالم الدين اللي عندها إنروكسيا ومين جورج كلوني اللي كان ملياردير وكان أوسم رجل موجود في العالم وكيف جمع بينهم انظروا إلى بوريس بيكر والمرأة التي تزوجها مني كراجوة وبوريس بيكر من برلين واحدة من أكثر الدول العنصرية في العالم It's my heart أنا قلبي نظر قلبي شاف والقلب بينظر إمتى يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا هم قالوا لي إنه ما فيش غير دقيقتين الحيانة عايزكم تتعرفوا على وظيفة الجسد وإن ربنا عز وجل جعلوا وعاء وعاء للأخلاق والدين والأدب We have to accept لازم نتقبل طب هنتقبل إزاي لازم تعرف أن أنت لما حنقبالك حنقبالك كلك على بعضك أنا مش هقبل خشمك بس ولا لحيتك بس ولا ودانك بس أنا هقبالك كلك على بعضك بأخلاقياتك وبدينك وبعلمك وبمعرفتك وبأدبك وبشكلك كمان اللي أنت محتاج تكون فيه نظيف مرتب يا رسول الله إني أحب أن أكون مرجل الشعر مهندم الثياب قال إن الله جميل يحب الجمال يعني الذي تستطيع أن تفعله من النظافة والعطر والتجمل للآخرين حتى تكون كالشامة في الناس في حديث الطبراني كمان محتاج تنظر إلى نفسك بعين من يحبك يا سلام يا سلام انظر لنفسك بعين من يحبك قل لها ماذا ترين فيه لزوجتك قل والله ما رأيت مثلك ما أجملك تبارك الله وهو يكون أكتع بس تقول له ما أجملك انظر إلى نفسك بعين من يحبك سترى أن فيك من الجمال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل لعلك تسمع إلى أن الله تعالى فوق سبع سماوات قبل أن يتعرف أبوك بأمك قد ذكر اسمك في الملأ الأعلى ولما تعرف الوالدان ووجدت النطفة في رحم الأم أرسل إليك ملكا يا رجل تخيل الموقف أرسل الله ملكا ذكر اسمك في الملأ الأعلى قال اذهب إلى فلان وفلان الأم الحامل وادخل إلى بطنها وقل هذا اسم فلان وشقي أم سعيد ذكر أم أنثى ورزق وأجل وعمل تذكر في الملأ الأعلى أنت نعمة الله أنت هدية الله للبشرية أنت هدية الله وهبته لمن يحبك ولمن يعيش معك ولمن يختارك ولمن يرى فيك قد لا تراه في نفسك أنت بخير أنت بخير بنتنا بخير أنت بخير أنت جميلة على كل حال أنت تخينة جميلة أنت الفيعة جميلة أنت طويلة جميلة أنت قصيرة طويلة أنت جميلة أنت بلاش ما تغزل أنت جميل بلاش الحريم أنت جميل وأنت رائع خالد نفسه أنا أتمنى تشوفه خالد مرة قاعد يعمل لنا ستيكس بتوع دول مش عارف إيه ومرة تانية بقى عنده كرش شبهنا دلوقتي بقول له إيه الفرق يا خالد بين الوقت اللي كنت قال لي يا دكتور أنا خالد زمان وأنا خالد دلوقتي الحاجة اللي كان بتفرحني زمان لسه الغد دلوقتي بتفرحني والحاجة اللي كان بتزعلني زمان لغد دلوقتي بتزعلني بس أنا تزوجتي خلاص أسأل الله أن يزوج جبنات المسلمين وأن يعف الجميع وأن يرضينا عن أنفسنا حتى نرضى عنها ثم نرضى عن ربنا جل في علا عايزكم تعيشوا بخير وتبعدوا عن الإطرابات دي الله يخليكم أريد أن يكف الأطفال عن زيارة مركزي أتمنى عليك يا ربي أن تشافي أطفالنا ومراهقين حتى لا أرى منهم أحدا في مركز نفسي يعالج والله أدعو الله أن يكف الشر عن عيالنا وعن مراهقين بنات وأولاد أريد الآباء والأمهات يتقوا الله عز وجل في الأمانة وفي النعمة النعمة الجميلة لربنا عز وجل ساقها إليهم ابنك نعمة بنتك نعمة عظيمة جدا قدروا هذه النعمة وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لا شديد أشوفكم بخير سلام عليكم اشتركوا في القناة